فيه انترنت جديد قادم غير الانترنت اللي احنا نشوفه الآن واللي نستخدمه وشه الانترنت الجديد واللي يعتبر ثلاث الأبعاد وتجربة مختلفة وسموه باسم الميتا فيرس واللي يعتبر عالم ثلاث الأبعاد جديد وقادم حتى التجربة فيه رح تكون مختلفة عن اللي نعيشه في حاضرنا أول شي خلوني أقول لكم انه عالم الانترنت الثلاث الأبعاد ما تعتبر فكرة جديدة مثل الألعاب اللي نلعبها الفورتنايت البوب جي احنا ندخل خريطة هذه تعتبر عالم افتراضي احنا نعيش فيه لكنه محصور في خريطة صغيرة جدا يكون فيها منافسة بين اللاعبين وبعدين يبقى واحد أو مجموعة وهم اللي ينتصرون في هذه الخريطة وبكل مرة تبدأ وتنتهي هذه الخريطة الميتا فيرس أو الانترنت الجديد القادم ما رح يكون فيه خريطة صغيرة رح يكون انترنت كامل لكن مع الميتا فيرس رح تكون كأنها مباني أمامنا لكن عشان ندخل الميتا فيرس لازم نتجهز بأفاتار والأفاتار وش يعني؟ نتخيل انه سابقا انت كنت عبارة عن مؤشر الماوس لما تدخل الموقع هذا انت أو انت مؤشر الماوس اللي جاز يتحرك في داخل الصفحة مستقبلا مع الميتا فيرس يكون المستخدم يلبس نظارة الواقع الافتراضي بعدين بتظهر له شخصية بيقدر يختار الشخصية المناسبة له شكل الشعر، بنية الجسم، لون البشرة، نوع الملابس فهذا رح يكون الأفاتار الخاص فيك فتقدر تتفرج عليه عن طريق هذه النظارة وهذه النظارة اسمها VR أو Virtual Reality اللي هو الواقع الافتراضي فاحنا راح نعيش في واقع لكنه افتراضي بعد ما تختار الأفاتار الخاص فيك راح تكون هذه هويتك بداخل الانترنت الجديد فرح تتحرك، تطلع لأماكن، تزور متاحف تقدر تقابل أصحابك تبغون تطلعون لكوفي افتراضي فتتقابلون تجلسون هناك وتدردشون تبغون تروحون للسينما لكن سينما افتراضية تتقابلون مع بعض في مكان بالسينما تدفعون التذكرة وتحضرون الفيلم وإذا ناقصتك أغراض، تموينات، مواد غذائية للمنزل تقدر تزور هايبر ماركت وتشوف كل المنتجات وتحطها في السلة وتدفع بمبالغ حقيقية وبكرة يجون يطقون الباب ويجيبون لك اللي انت اشتريته لأنك انت واجدت في انترنت سابقا بدل ما تتصفح صفحة متجر الكتروني لا انت متواجد في هذا المتجر بطريقة افتراضية فهو عبارة عن انترنت مماثل للانترنت اللي احنا نعيشه لكن الفرق بس انك انت تشعر انك متواجد فيه كأنك شخص افتراضي موجود في هذا العالم المرسوم طيب من وين جابوا مصطلح الميتا فيرس؟ في كاتب روايات اسمها ستيفنسون هذا ألف رواية اسمها سنو كراش في عام 1992 هي عبارة عن عالم افتراضي ورواية من الخيال العلمي طبعا المصطلح هذا اعجب فيه كثير من الاشخاص زي الفيسبوك اللي غيرت اسم الشركة الام لها الى اسم ميتا وشركة الفيسبوك هي مسؤولة اكثر شيء عن شبكات التواصل الاجتماعي فهو هذا البزنس الخاص فيها اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي المحادثات الدردشات وعندهم ايضا مشروع اوكلوس اوكلوس هي النظارات للواقع الافتراضي غير انه مع اعلان شركة فيسبوك انه راح نكون باسم ميتا كالشركة الام قالوا راح نستثمر عشر مليارات دولار في الواقع الافتراضي فالعالم متوجه لهذه التجربة الجديدة وعالم مختلف لكن خلوني اتكلم عن نحاول نفكك شوي الميتا فيرس وشو معناتها فيرس مأخوذة من يونيفيرس او الكون ميتا في اللغات القديمة زي الاغريقية واليونانية وغيرها معناتها ما بعده فلما نجيب ميتا فيرس فهي ما بعد الكون مثل ما وراء الطبيعة مثل هذه المصطلحات طيب يا طارق في امثلة حية نقدر نشوفها كيف راح يكون تفاعلنا بداخل الميتا فيرس باختصار فيه اكثر من فيلم ذكر هذا الموضوع مثلا عندنا فيلم وان بلاير جيم فيه فيلم ثاني اسمه فري قاي هذه الفيلمين تحكي قصة تواجد اشخاص بطريقة افتراضية في عالم كامل كحياة اخرى اما عن طريق البرامج وش في برامج تشبه الميتا فيرس عندنا سيمز اشتركوا في القناة وعندنا لعبة second life وهي عبارة عن عالم افتراضي تقدر تبني لك منزل تقدر تزور بعض المتاجر تشتري منها تقدر تجتمع مع اصدقائك تقدر تدعوهم تنتقلون من مكان الى مكان اخر وهذه تجربة لي في لعبة مثلا السكند لايف دخلت سويت لنفسي افتار او شخصية موجود فيه ايضا منافسات مسابقات كثير يعني انت عايش في عالم مختلف عن العالم الواقعي وهذا باختصار هو الميتا فيرس او العالم الجديد من الانترنت يريد تحطون لي في الردود رأيكم بهذا العالم وكيف تشوفونه من تجربة وهل انتم متحمسين لتجربة الميتا فيرس وخصوصا مع توجه كثير من الشركات انها تستثمر في هذا العالم وتبدأ تطبيقها على ارض الواقع هذه اطيب تحية كنت معكم انا طارق الجاسر من دردشة في النت والقاكم على خير وفي امان الله اشتركوا في القناة